بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشطف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم في خدمة دروس في هذا الدرس للصف الأول متوسط في الفصل الدراسي الثاني في مادة لغة الخالدة موضوع درسنا لهذا اليوم هو التواصل الكتابي بعنوان التلخيص مشاهد أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع منك في نهاية الدرس بإذن الله قراءة النص قراءة واعية والتعرف إلى معنى التلخيص وأن تذكر شروط كتابة الفقرة وأن تعرف خطوات التلخيص مشاهد التمهيد هنا أتأمل الصورة التي أمامي جيدا ثم أجيب عن الأسئلة التالية نشاهدوا الصورة هنا تشاهدون الحرف الكبير هنا لا ما الذي يوجد؟ نعم جمال نعم جمال كثيرة كم مرة تكررت كلمة لا هنا؟ هل باستطاعتك العد؟ نعم كثيرة جدا نقول مثلا تكررت كلمة لا أكثر من خمسين مرة طيب متى تكون كلمة لا حسب رأي طريق نجاة ومتى تكون طريق هلاك؟ متى تكون كلمة لا حسب رأيي طريق نجاة ومتى تكون طريق هلاك مرات كلمة لا تكون طريق نجاة ومرات تكون طريق هلاك متى تكون في هذا الطريق ومتى تكون في الآخر نعم احسنتم تكون طريق نجاة إذا كان مع شرع الله عز وجل وتكون طريق هلاك إذا كانت ضد شرع الله سبحانه وتعالى طيب أعبر عن المعنى الذي تركته الصورة في نفسي في جملة تامة أعبر عن المعنى الذي تركته الصورة في نفسي في جملة تامة من يعطينا جملة تعبر عن هذه الصورة في جملة تامة نعم أحسنتم مثلا نقول ينبغي على المر أن يقف أمام كل شيء يخالف شرع الله تعالى ويقول له لا نعم أحسنتم طيب نشاهد عرض ذرسنا لهذا اليوم أولا أقرأ بتأمل النصين التاليين ثم أجيب عن المطلوب نشاهد النص الأول كان البحارة في معظم الدول القريبة من البحار يعملون قديما في صيد الأسماك والغوص بحثا عن اللؤلؤ ويعاني البحار كثيرا من المشاق أثناء الغوص أملا في الحصول على صدفة قد تحوي حبة ثمينة وكانت تجارة اللؤلؤ تدر أرباحا طائلة على الذين يعملون فيها وتعد مصدرا للرزق في اقتصاد كثير من الدول الساحلية طيب نشاهد هنا هذا النص عدد الكلمات فيه 51 كلمة عدد الكلمات في هذا النص 51 كلمة سنأتي بنص آخر بنفس الكلام ونفس المعنى ويؤدي نفس الغرض نقرأ النص عمل البحارة قديما في الدول الساحلية في صيد الأسماك واللؤلؤ حيث كانوا يعانون المشاق في الحصول عليه إذ تعد تجارة اللؤلؤ مصدرا للرزق في اقتصاد هذه الدول كم كلمة هنا؟ نعم 27 قبل قليل بنفس النص كان 51 ما الذي فعلناه هنا؟ نعم لخصنا واختصرنا هذا النص من 51 كلمة وجعلناه في 27 كلمة طيب نشاهد النص الآخر وذات يوم حدث تغيير في شؤون هذه المجتمعات سبب خسائر كبيرة وهو ظهور اللؤلؤ المزروع على يد المكتشف الياباني ميكوموتو من مدينة شيحة اليابانية والذي ينتمي إلى عائلة فقيرة تعمل في بيع الأرز إذن هذا النص الأصلي عدد الكلمات كم في النص الأصلي؟ 33 عدد كلمات النص الأصلي طيب نشاهد الكلمات هنا في النص المختصر مع ظهور المزروع على يد المكتشف الياباني ميكوموتو حدثت خسائر كبيرة في شؤون هذه المجتمعات الاقتصادية كم صارت الكلمات؟ نعم 17 كلمة أصبحت 17 كلمة يعني اختصرنا هذا النص اختصرنا ولخصنا هذا النص طيب أعلم أن التلخيص هو إعادة صياغة النص الأصلي في عدد قليل من الكلمات مع المحافظة وهنا مهم مع المحافظة على المعنى يعني إذا كان لدينا نص كبير يتجاوز فيه الكلمات مثلا سبعين كلمة أبغى أختصر إلى ثلاثين كلمة المهم في اختصاري والتلخيص أن يحافظ على المعنى أن يكون بنفس المعنى ولا يخل التلخيص بالمعنى طيب وأنتبه إلى مراعاة ترك فراغ قدر كلمة عند بداية الفقرة إذا كان بداية الفقرة أضع مكان كلمة واحدة ثم أبدأ بالكتابة في كل فقرة لابد أن نترك مكان كلمة أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد هنا أولا أقارن بين النص الأصلي والملخص لأكمل الجدول التالي حسب المطلوب منه أقارن بين النص الأساسي والملخص لأكمل الجدول التالي حسب المطلوب منه طيب نشاهد شروط التلخيص هنا 1. التركيز على العناصر الأساسية للحديث هل نقول متوافر أو غير متوافر أو إلى حد ما قبل قليل نعم هناك تركيز على الأناصر الأساسية للحديث إحسنتم إذن متوافر طيب استفاء الأفكار الرئيسية المهمة نعم أيضا أيضا نقول متوافر طيب ثلاثة حذف المكرر من الألفاظ والعبارات ماذا نقول هل متوافر أو غير متوافر أو إلى حد ما نعم أيضا متوافر أحسنتم طيب الحرص على أن يظهر الأسلوب الشخصي لأسلوب الكاتب في النص الملخص الحرص على أن يظهر الأسلوب الشخصي أسلوب الكاتب الذي كتب التلخيص وليس أسلوب الكاتب الذي كتب النص الأصلي نعم إذن متوافر أحسنتم طيب ترابط الجمل والكلمات داخل النص وترك هوامش مناسبة نعم أحسنتم إذن الجميع هنا متوافر كل شروط التلخيص توافرت في النص السابق نشاهد هنا الآن أكتب رأيي في مدى صحة التلخيص الآن أكتب رأيي في مدى صحة التلخيص ماذا سنقول نعم طيب مثلا نقول تقسيم النص إلى أجزاء وكل جزء يحمل فكرة رئيسية حيث تساعد الأفكار في ترابط الموضوع وفهم المحتوى إذن النص أصبح فيه تقسيم إلى أجزاء وكل جزء يحمل فكرة رئيسية حيث تساعد الأفكار في ترابط الموضوع وفهم المحتوى نشاهد ثانيا هنا سنقرأ هذا النص ثم بعد ذلك نجيب عن الأسئلة فحين بلغ الثالثة والعشرين من عمره فكر أن يترك عمله المتواضع إلى عمل قد يتناسب مع طموحه فذهب إلى ميناء شيحة كي يعمل بحارا في صيد الأسماك واللؤلؤ ومن خلال عمله لاحظ أن صياد اللؤلؤ يعانون كثيرا قبل أن يحصلوا على صدفة تحوي حبة لؤلؤ لكنهم لم ييأسوا فعمل جاهدا كي يحصل على واحدة منها ولكنه أخفق فانطلقت شرارة فكره بالسؤال التالي ماذا سيحدث عندما نزرع اللؤلؤ داخل الصدفة ثم نجعل المحارة العاقر قادرة على الإنتاج من هذا التساؤل تحقق الحلم حيث قام ميكوموتو بدراسة المحارة وفي عام 1888 للميلاد أجرى تجاربه ولكنه أخفق ثانية لفقده الخبرة في علم الأحياء فقال سوف أدرس شيئا عن حياة المحارة داخل البحر وأخذ يطرح على نفسه الأسئلة ولم يجد أجوبة عنها مشاهد النص الآخر وفي عام 1890 للميلاد التقى أحد أساتذة الجامعة اليابانية المختص في الحيوانات البحرية إذ عرف منه أن المحارة تقوم بإفراز مادة كلسية بواسطة الحيوان الرخوي داخلها عندما يتسلل جسم غريب إلى صدفتها لتحمي نفسها من خشونته المؤذية بحيث يصبح الجسم الغريب ناعما أملس لا يؤذي وليتعايش معه الحيوان طيب مشاهد بعد قراءة الفقرتين السابقتين من نص زراعة اللؤلو أختار الفكرة الأساسية لكل منهما من بين الأفكار التالية بوضع علامة صح أمامها طيب مشاهد هنا الفائدة المرجوة من تجارة اللؤلو هذا واحد أو عمله بحارا في صيد الأسماك واللؤلو أو دراسة ميكوموتو لحياة المحارة داخل البحر اي الثلاث هي الفكرة الأساسية من الفقرة الأولى هل هي الفائدة المرجوة من تجارة اللؤلو أو عمله بحارا في صيد الأسماك واللؤلو أو دراسة ميكوموتو لحياة المحارة داخل البحر نعم أحسنتم دراسة ميكوموتو لحياة المحارة داخل البحر طيب الثانية تضرر سكان الخليج من ظهور اللؤلؤ المذرور الحالة المعيشية لأسرة ميكوموتو في اليابان ثلاثة تفكير ميكوموتو في زراعة اللؤلؤ داخل الصدفة وإجراء التجارب ها أي الثلاث هل نقول تضرر سكان الخليج من ظهور اللؤلؤ المذرور أو الحالة المعيشية لأسرة ميكوموتو في اليابان أو تفكير ميكوموتو في زراعة اللؤلؤ داخل الصدفة وإجراء التجارب نعم أحسنتم تفكير ميكوموتو في زراعة اللؤلؤ داخل الصدفة وإجراء التجارب أحسنتم بارك الله فيكم أعلم أن خطوات التلخيص أولا قراءة النص الأساسي قراءة جيدة اثنين تقسيم النص إلى فقرات ووضع فكرة مختصرة لكل فقرة ثلاثة إعادة صياغة الأفكار والربط بينها أربعة مراجعة النص الملخص للتأكد من وفائه بالمعنى وسلامة تركيبه ونظمه إذن هذه خطوات التلخيص الأربعة طيب نشاهد هنا أكمل تلخيص الفقرتين السابقتين عمل ميكوموتو في صيد الأسماك واللؤلؤ فلاحظ معاناة صيادي اللؤلؤ في الحصول عليه ماذا نقول بعدها كيف نكمل الفقرة نعم نعم نكمل فأخذ يتساءل عن ماذا يحدث لللؤلؤ عند زراعته داخل الصدفة فقام بدراسة المحارة وأجرى تجاربه والتقى بأهل الخبرة في علم الأحياء حتى عرف أن المحارة تفرز مادة كلسية داخلها عندما يتسلل جسم غريب إليها لحماية نفسها فيصبح الجسم أملس أحسنتم نشاهد هنا تدريبات عامة أكمل تلخيص الفقرة التالية نشاهد هذه الفقرة ثم نلخصها بعد ذلك كان من حسن تدبير القائمين على مدرستنا أنهم خصصوا لنا ساعة في الأسبوع للأشغال اليدوية وتلك الساعة كانت من أمتع الساعات عندي فقد كان لنا مشغل مجهز بأحدث أدوات النجارة والحفر في الخشب وتجليد الكتب ولكم كان يسعدني أن أنسى نفسي إذ أنكب بكل فكري وقلبي وعضلاتي على خشبات في يدي آنا بالمنشار وآونة بالقدوم أو بالإزميل فإذا بها تؤول بالتدريج منضدة أو إطارا لمنظر أحسنتم نشاهد الآن تلخيص الفقرة خصص المسؤولون في مدرستنا ساعة في الأسبوع للأشغال اليدوية وهي من أمتع الساعات عندي فقد كان لنا مشغل مجهز بأدوات النجارة وكان يسعدني أن أنسى نفسي وأن كب على أخشاب في يدي حتى تؤول إلى منضدة أو طاولة هنا اكتمل التلخيص هنا اكتمل التلخيص ورأينا كيف اختصرنا ذلك النص الذي كان أطول بكثير من هذا النص أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم التلخيص التلخيص هو إعادة صياغة النص الأصلي في عدد قليل من الكلمات مع المحافظة على المعنى وخطوات التلخيص قراءة النص الأساسي قراءة جيدة وتقسيم النص إلى فقرات وثلاثة إعادة صياغة الأفكار والربط بينها وأربعة مراجعة النص الملخص وبهذا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم آمل أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر